أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ودي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تنمية العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على الصعيد الاقتصادي والاستثمارية كما أكد سموها الدفع بالتعاون المشترك نحو أفاق أبعد رفدا لمختلف القطاعات الحيوية الواعدة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم كافة المسارات التنموية نحو النتائج المرجوة بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم السيد جوناثان ويتمر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ويست بوينت هوم وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة حيث نوها سموه بدور قطاع الصناعة في رفض الحركة التجارية والاقتصادية ضمن مسارات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الصديقين وأهمية البناء على ما تحقق من تنسيق أسهم إيجابا في تقوية العلاقات الاستراتيجية لافتا إلى أن استمرار استقطاب الاستثمارات يصب في خلق المزيد من الفرص النوعية ويسهم في تعزيز إسهامات كافة القطاعات في الدفع بعجلة الاقتصاد نحو بلوغ الأهداف المنشودة وضاف سموه أن مملكة البحرين حريصة على رفع مستويات التبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم مشيرا إلى ما أسهمت به اتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتدشين منطقة التجارة الأمريكية في المملكة من تعزيز لمختلف أوجه التعاون الاقتصادي المثمر ترجمة نانسي قنقر